اشتركوا في القناة في ترسيخ الاعتدال والتعاون البناء ان منطقة الشرق الاوسط ذات المكان الاستراتيجي الدولي المهم عانت على مدى سنوات ولا تزال من ظروف سياسية وامنية واقتصادية صعبة وتحديات بالقة الخطورة الامر الذي يتطلب منه تفكيرا متزنا وعميقا لكيفية الخروط من الازمات والصراعات الدائرة نهج دبلوماسي حكيم ورؤية ثاقبة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتحركات فاعلة على مختلف الاصعادة الاقليمية والدولية عززت من مكانة مملكة البحرين كأنموذج رائد في ترسيخ الاعتدال والتعاون البناء في تحقيق الامن والسلام والرخاء والتنمية المستدامة وخدمة الإنسانية نتائج مثمرة عادت بها التحركات الدبلوماسية الأخيرة لجلالة الملك المعظم لدى زياراته ومباحثاته في قمة جدة للأمن والتنمية واللقاء التشاوري الأخوي في مدينة العالمين المصرية والقمة البحرينية الفرنسية في باريس هذه اللقاءات المهمة أكدت حرص مملكة البحرين الدائم على إرساء دعائم السلام والأمن والنماء والخير والنفع لجميع شعوب العالم بدعم ومتابعة من الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فمشاركة جلالته أيده الله ورعاه في قمة جدة للأمن والتنمية في شهر يوليو الماضي عكست أهمية الشراكة الاستراتيجية العربية الأمريكية في ترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي والحكمة في تسوية النزاعات حيث دعا جلالة الملك المعظم خلال القمة إلى النظر بتفكير متزن وعميق لكيفية الخروج من الأزمات والصراعات الدائرة في المنطقة ومواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي اللقاء التشاوري الأخوي بمدينة العالمين المصرية عكست مشاركة جلالته حمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة المشاركة في اللقاء والسعي المتبادل لتوطيد أواصر التعاون والأخوة وتعزيز العمل العربي المشترك تلت قمة العالمين نتائج مميزة للقمة البحرينية الفرنسية في باريس بين جلالة الملك المعظم والرئيس الفرنسي والتي أكدت اهتمام البلدين بتوطيد الصداقة والشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والدفاعية وغيرها من المجالات الحيوية إلى جانب تطابق وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية بخطا ثابتة تمضي مملكة البحرين في نهجها الدبلوماسي الحكيم ومسيرتها التنموية الحضارية بقيادة جلالة الملك المعظم ملتزمة في ذلك بالتعاون البناء مع دول العالم على أسس من الود والاحترام المتبادل والتعايش السلمي والمصلح المتبادلة والعمل على توفير بيئة إقليمية ودولية يسودها السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة